بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد طلبنا الغاليان على منصة توب ستودنس اهلا وسهلا بكم ان شاء الله ده اول فيديو في الواحدة حداشر هنبدأ انهاردة في الفيديو ده نحل الكلمات الواحدة دي فشوية كده جرع من الكلمات الجديدة اللي اعتقد ما سمعتهاش قبل كده في اي مكان وفي اي كتاب تاني فتعال نبدأ نشوف مع بعض قبل ما نبدأ بس عايزة طمينك الناس بتسأل هنحل امتى ان شاء الله رب العالمين بداية من اول شهر خمسة هنعمل جدول هيكون فيه امتحانات دورية امتحانات سنوية عامة لقبل كده وامتحانات من الكتب يعني لازم نحل افكار الكتب الخارجية مع امتحانات السنوية العامة عشان تفهم دماغ المستشارة اللي بتحط الامتحانات دي جات منين ورايحة فين فهنعمل جدول محترم لاول شهر خمسة ان شاء الله رب العالمين هنعمل فيه امتحانات دورية يعني هيكون فيه كل يوم امتحان او نعمل تلت او اربعة يام في الاسبوع وكل يوم يكون في امتحانين ده هنعمل على تصويت في الاخر يعني نعمل تصويت حال حبيل نعمل كل يوم امتحان بحيس تعود لك كل يوم ساعة انجليزي او نعمل تلت اربعة ايام في الاسبوع كل يوم يكون في امتحانين بحيس ان احنا في الاسبوع لازم نخلص سبع امتحانات على الاقل طبعا الامتحانات دي دي تعال انا شوف الاول الكلمات دي. كلمة دي اللي منعه الترقية دي اسم. منعها ترقية او معناها تشجيع او معناها تعزيز. دي معناها الماضي من اصلا اللي معناها رقة او عززة ومعناها المرقة والمعزز لو عايزينها كصفة. اه طيب يعني يشجع او يرقي او يعزز و معناها ترويجي او تشجيعي. في الجملة باب يقولك التجارة دي هتساعد العمال يعني انها هتعمل ايه في منتجاتهم هتسعدهم ان هما يرقون منتجاتهم يعززون من منتجاتهم يشجعون يعني كده معناها نحن عايزين كفعل التاني يبقى هير ايه اللي ايه اللي حصل لها انها اصبحت سيلز مانجر مدير مبعاة خلى الناس كلها مندهشة اجيد ترقيتها لمدير مبعاة ترقيتها يبقى هير بروموشن طيب رقم تلاتة الفريق القومي الفريق القومي بتاعنا تم ترقيته يعني وصل الى التصليلات النهائية وبالتالي كده انت عايز تقول تم ترقيته يعني انت عايز مجهول عشان كده ونقولنا على بعضها الفريق القومي تم ترقيته الى نهائيات البطولة الحكومة بتعمل ايه بالدعم مادي يعني للطبقات المنعدمة الدخل او اللي لها دخل قومي بطيء او ضعيف تعالنا نترجم الكلمات الاول كلمة دي معناها يزود او يمنح او يعطي طيب الكلمة التانية دي معناها مشروط او معناها مؤقت او احتياطي طيب دي معناها المؤن جاي من كلمة طيب ده المزود اللي هو الراجل اللي بيديك حاجة في الجملة بقى بيقولك بالحكومة بتقدم بتدعم دعم مالي يبقى المفروض ان احنا نستخدم طيب في رقم خمسة بيقولك الابن الاكبر في العيلة دي هو الوحيد اللي بيكسب فلوس يعني معناك كده ان هو الوحيد الداعم او المزود للعيلة دي بالمال وقال التالي بروفايدر طيب ستة بقى بيقول بيقولك ان الحكومة هي المسؤولة عن الايه بالصحة التزويد بالصحة التزويد او التدعيم اسمه بروفيجن اللي هو نمبر سي طيب خد بالك كان ممكن نقول بيبقى اي ان يجي على طول او زاو الاسم طيب رقم سبعة بعض الخبراء يقولون بانه بيقولك ان بعض الخبراء بيقولوا ان احنا المفروض نحرق الايه المحلية عشان ننتج طاقة تعال نشوف الاختيارات اول حاجة كده يعني يجادل يعني يرفض ومعناها نفايات يعني يرفض وبالتالي هنا هنحرق النفايات اللي بتيجي من المصانع علشان نستخدمها في انتاج طاقة طيب رقم تماني تعال نشوف الاختيارات كلمة يعني يجادل بوبجيكتي اعترض على وبعدها طول في الوضف الان جي رفيوز معناها يرفض وبعدها طول مصدر معناها ياخذ ولو قولنا طول يعني اعتاد على عشان هنا في طول يعني فهنا باقولك انا اعترض على اني اشارك في اي شيء غير قانوني اعترض على يبقى او رفيوز تو تيك يبقى هنا هنقول طيب رقم تسعب what exactly is possible, a to taking واخد انت بالك من هنا تقول ان الان جي فعام مباشرة object to taking الاثنين معنام يرفض ان يشارك بار فيه في. هو يستمتع بحياة هادئة كمعلم هو عايز من الاختيارات دي كده متقاعد. معلم متقاعد نقول طيب ضابط متقاعد والوظيفة بعدها. طيب اللي هو التقاعد نفسه يعني معناها التقاعد اسم من الفعل في رقم حتاشر قولك قبل ما توصل السن القانوني اللي هو الطبيعي خمسة وستين سنة اللي هو سن التقاعد قررت انها تعمل تقاعد مبكر تقاعد خد بالك يعني يأخذ تقاعدا يعني يصبح متقاعدا قبل السن القانوني يبقى رقم اتناشر معظم الناس اللي في مصر بيتقاعدوا يبقى رقم دي هو قرر ان يعمل ايه بين الشركة لانه عايز ياخد شغلنا تانية غير دي فهيستقيل من شغلانة وياخد واحدة تانية يبقى ريزاين خد بالك معناها تقاعد يعني خلط كشكرا ما عادشين في اشتغل اه الجملة اللي بعد كده رقم اربعة واشر يعني زي بي بي سي 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 دي يعني هي انها انفورم تخبر الناس وتعلمهم وتسليهم يبقى هنا واخد بالك والفصلة اللي بعدها يعني عايزين فعل برضو وكمان فصلة يعني فعل برضو كل ما تعمل فصلات ده معناها عطف ومعطوف وفعل زي الفعل هو لا يصبح نياد عملا اه 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 اس هي اس بورلي اه انت سبيكس اليتل انجلش احنا قبل ما نحل الجملة ده متفقين انه اي زرف عايزين بعده صفة مباشرة هنترجم لاربع كلمات الاول يعني يعلم زي كلمة بالذبط او اللي هو التعليم معناها علمه ومعناها متعلم فلما قلوا معناها متعلم معناها تعليمي بالصفة طيب انت بقى جبتلي زرف انت عايز بعده اه بعد الزرف ده عايز صفة فانت بتقول بقى هو لا يستطيع أن يجد وظيفة معناها متعلم تعليم سيء طيب ستة عشر الطلاب اللي بيقوا من طبقات المنعدمة في الوادع الاقتصادي قل ما يكملون قل ما يكملون التعليم يبقى سبعة عشر هو أعطى الأطفال بعد الشوكولاتة لكي يكافئهم على صبرهم طبعا أطفال تكتين فدما ينجاز عشان كده نقول ريوورد يكافئهم الفوز بالمباراة كان مكافأة على الجهود التي بزلها الفريق وفاة دي ريوورد يعني تم ترشيحه تم ترشيحه إلى جائزة أفضل لاعب طبعا ليه جائزة رسمية وبالتالي هنقول أورد بعد ما فاز بالقضية يعني حد كرفع قضية وكسبها عادة تفهم قبل أن نحلل الجملة دي إن كلمة دامج دي لو هي اسم طبعا بنعملها كاسم يعد أو لا يعد لو هي اسم غير معدود فكلمة دامج معناها التلف ما لهاش جمع طب تلف وتلفيات دامج برضو برقم واحد برقم اتنين لو احنا حولناها الاسم معدود يعني بدل ما نقول دامج نخليها دامجز فالي أصبح معناها خسائر أو تعويضات مسلا في الجملة بقى هو بعد ما فاز بالقضية هو منح تعويضات بخمسين ألف وبالتالي هنا تعويضات اللي هي دامجز طيب يمنح تعويضات يبقى نقول ووز أوردد والإيدي ما عايزك تحفظه يعني أن يمنح أو يحصل على التعويضات في القضية اللي واكسبها تعالى نترجم الكلمات كلمة ده الممنوح للجائزة الممنوح يعني الفائز بالجائزة يكافئ معناها منحة أو اللي هي الجائزة أو يعطي جائزة في الجملة بقى هو تم إجراء حوار معه حيث أنه كان الفائز بجائزة نوبل يعني هو كان فائزا بالجائزة أو الممنوح الجائزة تعالى نشوف كلمة create يعني يخلق أو يبدأ creation ده الإبداع أو الخلق creative معناها مبدع وcreativity اللي هي الإبداع طيب بقول لك ده الشركات تحتاج أن تشجع ايه الشركات يجب أن تشجع الإبداع والاختراع يبقى creativity طيب ليه مش creation creation ده خلق مثلا زي ما نقول خلق فرص عمل فنقول creation of job opportunities خلق البناء أدمين creation برضو لكن creativity الإبداع أنك تصنع شيء مختلف أو أنك تعمل حاجة حلوة the new factory is expected to 400 new jobs المصنع الجديد من المتوقع أنه سيخلق 400 فرصة جديدة يخلق اللي هي create ده زي كلمة provide كده 24 هذه التغييرات سوف تؤدي إلى خلق فرص عمل أو خلق تجارات أو خلق عمل جديد خلق يبقى creation دائما مع الوظائف مع الوظائف وال business بناخد create job create business we should encourage children to use their abilities بقول لك نحن يجب أن نشجع الطلاب الأطفال أنهم يستخدموا قدراتهم الإبداعية يبقى creative abilities قدرة إبداعية creative يعني إبداعي زي ما قلنا the prime minister admitted the current situation was not a الرئيس الوزراء اعترف أن الموقف الحالي ليس a تعنا نشوف الاختيارات idealism دي لها المثالية و ideal يعني مثالي أو مناسب idealist الشخص المؤيد للمثالية و idealistic معناها شخص مثالي صفة ولازم بعدها اسم idealistic person مثلا تعال نشوف بقى أن الرئيس الوزراء بيقول أن الوضع الحالي ليس مثاليا يبقى not ideal يعني ليس وضعا مناسبا ليس وضعا جيدا we all sadly believe that نحن جميعا نؤمن بأن a has no place in politics ونؤمن بأن المثالية ليس لها مكان في السياسة المثالية اللي هي idealism الأولى I am worried about my friend أنا قلقا على صديقي he is still young and هو مدال صغيرا و idealistic idealistic دي معناها أنه لسه عفوي لسه فطري المفوض إن هي رمبردي كي يبقى كيمة idealistic دي معناها أنه لسه فطري لسه صغير السن معنده شغبرة بعد كده 29 he signed copies of his new book as a board of the publishers a campaign هو وقع على مجموعة من الكتب أو نسخ الكتب بتاعته كيزء من حملة الدعاية حملة الترويج يبقى المفوض promotion campaign promotion campaign هي حملة الدعاية أو حملة الترويج للعمل وكلمة promote يعني يعزز زي ما اتفقنا منتجاتنا منتجاتنا من خلال الإعلان في الجرائد تم ترقيتها تم الإعلان عنها تم نشرها رقم واحد ثلاثين التدريب ده يجب ان هو يؤهلك تعال نشوف الاختيار الأول qualified معناها أهلة ومعناها مؤهل المؤهلات اللي هي الكلية اللي انت واخدها والشاهدة اللي انت واخدها qualifying يعني تأهيل وقال يؤهل الفعل طيب انت باب تقولي عايز بعدها الفعل في المصدر يبقى يعني تدريب يجب ان يؤهل المدرسة تبحث عن بعض المعلمين المؤهلين المؤهلين مؤهل يبقى qualified وكما ممكن نقول our school is looking for some teachers with high qualifications بتأهيلات مؤهلات عالية he left school with no formal غدر المدرسة أو خلص المدرسة وسبها يعني دون أي مؤهلات رسمية يبقى with no formal qualifications عشان مؤهلات رسمية it's an idea to do things for charity انك تعمل حاجة لمنظمات خيرية ده شيء تعال نشوف senses الاولنية دي معنى الحواس اللي هو الشم والحاجات دي sensible معنى عقلاني طيب sensitive معنى حساس يعني عنده حاسية او عنده احساس انها فكرة عقلانية انك تعمل في منظمات خيرية يبقى sensible idea don't use this cream if your skin is ما تستخدمش الكريم ده لو جلدك الجلد نقول عليه sensitive يبقى sensitive حساس للجلد لكن sensible عقلاني يعني يعمل وفقا للمنطق captain magid is not real footballer captain magid ده ما هو شخصية واقعية ما هو شخصية حقيقية he is an بص معايا بعز يدنا بيز من الكلمات دي imagination ده هو الخيال imaginative معناها مبدع يعني بقى عرف يعمل حاجات كويس imaginary معناها خيالي بمعنى حاجة مش واقعية خيالية يبقى ركز معناها خيالي بمعنى مبدع الانجازة اللي انت عملتها انجاز خيالي يعني خيال فضيع او شيء مبدع شيء جميل طيب imaginary تاني معناها غير واقعي خيالي بمعنى غير واقعي داني من احفظ الكلمة بمدلولها مش بمعناها لانك لو كتابت في قاموس imaginary و imaginative هيديك نفس المعنى خيالي طيب فكرت الماجد ده قالك not real not real دي بتساوي كلمة imaginary طيب اللي بعدها ابو طريكا is a not player he always scores difficult goals بيحرز اهدافا صعبة يبقى ده راجل مبدع يبقى creative player الكاتب اللي بيكتب قصص ممتازة فنقوله imaginative writer طيب قصة خيالية مهيش واقعية نقول عليها imaginary story طريق اه والبعد كده رقم ثانية تأتيين girl is makeups fifty six person of the student numbers make up هنا معنى ايه تعال بقى عشان كل الجمل دي على موضع make up بقولك ان البنات بيشكلوا 56 و 50% من الطلبة كلمة make up هنا معنى هيشكل وبالتالي هنا استخدم four موفيرو يعنى يشكل يعني هو اخترع بعض الاعذار about his son being sick ان ابنه مريض يعني make up هنا معناها يختلق اللي هي invent يختلق او يخترع يعني ومالقيه الكمبنسات دي معناها يعود تعال نشوف 40 I must make up my mind make up my mind يعني اقرر يعني بتسوي كلمت decide يبقى هي بتسوي decide nothing can make up for the loss of a child لا شيء يمكن ان يعود فقدان الطفل يبقى make up هنا معناها يعود اللي هي اسمعي زي ما اتفقنا compensate I will have finished my PhD ركز معاي لما يكون فيه او قان فناخد year اللي هي رقم ايدي مباشرة طيب دي رقم واحد اريد اقول لك مسلا انا هزول القاهرة لمدة سبع سنين يبقى four five four seven four two four eight فر اي رقم وبعدين years اللي هي رقم بي ده لو انت بتقول لمدة عشر سنوات مسلا ف fourteen years طيب years بقى رقم c ورقم d ركز معاي في الاثنين دول عشان مهمين years دي كانت كلمة year المفرد ودفنا لها اس years دي كانت كلمة year الجمع ودفنا لها apostrophe ركز بقى احنا بناخد years اللي هي رقم c دي لما يكون قبلها رقم مفرد وبناخد years اللي هي رقم دي لما يكون قبلها رقم جمع هنا في الجملة بقى three دي مفرد ولا جمع لا جمع ازا هنستخدم years لرقم d طيب واخد بالك كمان وانتبه ان كلمة time هي السبب اللي خلاك تضيف ال apostrophe s او ال apostrophe في الجملة دي طيب انا عادي اقول لك بقى فتاة من عندها ثلاث سنوات يبقى three year old من غير السات ولا apostropheات خالص طيب لما يكون في كلمة time فانت هتضيف s apostrophe او apostrophe s على حسب الكلمة والعدد اللي قبلها طيب رقم يعني مثلا في 42 لو كانت in one years time لو كانت one كنا هناخد years اللي هي رقم b اللي هي year و apostrophe s the open university offers a wide range of learning programs بقولك ان الجامعة المفتوحة بدو قدم مجموعة من برامج التعليم عن بعد لو اسمه distance learning مش distant learning 44 التعليم اللي بيستمر مدى الحياة اسمه life long learning life long friendship اللي هي الصداقة مدى الحياة i want to get a m s c خبارك ما انت بتقرأها انت قلت لي m اللي هي e m انت قلت e m تمام وبعدين s وبعدين c ركز تاري كده معي احنا بنقول m اللي هي e m وانت بتنطق انت قلت m m وبالتالي انت كده نطقت اول حاجة كده كان صوت متحرك وعشان كده هنقول an an m s c يعني معناها m s c يعني معناها to be well qualified to be well qualified اه طبعا to be well qualified طب الاطباء لابد ان يسايروا اه احدث التطورات في مجال الطب كلمة يساير اسمها make اه اسمها keep up with keep up with keep up with معناها يساير عشان كده مثلا انا لمقول لك لابد ان تساير احدث الطرق في التدريس فنقول keep up with the latest methods of teaching people should up opportunities to learn new things الناس لابد ان هو يعملوا ايه في الفرص علشان يتعلموا الاشياء الجديدة كلمة take up معناها يشغل هنا بقى معناها يستغل take up opportunities معناها يستغل الفرص عشان يتعلموا اشياء جديدة our course is our course is of sixteen units or units بتاعنا بيتكون مني يتشكل من لو انت فاكر في اول جملة خلص في الصفحة ديك هنقول make up معناها يشكل وبالتالي هنا هنقول is made up of معناها يتشكل من يتكون من اه ده كانت اه تباني واربعين تسعة واربعين بقى interviewers اللي هم الناس اللي بعملوا حوارات usually look carefully at candidates history الناس اللي بعملوا معاتي حوار عشان يوظفوك عندهم دايما بيدرسوا employment history اللي بسموه تاريخ وظيفي ايه انت اشتغلت فين قبل كده وكنت ناجح حلا مش ناجح وعملت مشاكل ولا لا he advised me to retrain as soon as هو نصحني ان اتقاعدة as soon as possible معناها باسرع ما يكون باسرع ما يمكن اه رقم واحد وخمسين المعلم شجع الطلاب ان يبذلوا قصارى جهدهم يبذلوا قصارى جهده دي حاجة من الاتنينة اما do عشان كده هنستخدم هنا try هي الموجودة ولو do موجودة كنا اخدناها هي كمان the ordered the players to stop the game من الامر اللي عيب انهم يتوقفوا عن اللعب اكيد الحكم اللي واسمه referry طيب امر retiree ده المتقاعد reference دي مرجع بريفرانس بريفرانس معناها تفضيل the had come under criticism for poor performance the a كان تحت وقع تحت النقد بسبب الاداء السيء جدا department departmental دي معناها اداري او وزاري departmental دي معناها القسم او الوزارة departure المغادرة وdepart يعني مغادر اكيد اللي واقع تحت نقد الوزارة او القسم اللي واسمه departmental exercise can promote of nutrients by body by the body التمرين يمكنها ان هي ترقي للغذاء في الجسم اكيد الامتصاص تعالي نترجم الكلمات دي absorb يعني يمتص absorbent معناها امتصة absorption اللي هو الامتصاص نفسه وابزورب يمتص الفعل التمرين بترفع من مستوى امتصاص الجسم للغذاء وبتلب absorption the secret of success is having highly staff سر النجاح هو ان هم عندهم highly deserve عايزين بعدها صفة والصفة هنا مباشرة من غير ما نفكر طب معنا الجملة سر النجاح هذه المنظمة هي انها عندها هيئة من العمال المؤهلين او الماهرين بشكل كبير after graduation she found with a local finance company بعد التخرج هي واجدت وظيفة في شركة مالية كبيرة خد بالك من الاختيارات بقى employment معناها وظيفة employer ده صاحب الشغلانة او الشركة اللي بتوظف الناس job يعني وظيفة وكارير حياة مهنية طب انت قلت لي في الجملة في ترجمتها ان هو وجد وظيفة انا كده هفكر في حالة من الاتنين او employment خد بالك بقى من الاختي كلمة job دي اسم معدود فلو هنستخدمها كانت المفروض يبقى فيه فاوند a job يعني لو هنا في a كنا استخدمنا كلمة job مفيش a ما ينفع عشان يستخدمها وبالتالي نستخدم employment ويعرف ان employment معناها وظيفة او توظيف وجوب معناها وظيفة job اسم معدود المفروض كنا جبنا قبله a مفيش a فهم ما ناخدهاش طب employment اسم غير معدود ما يفعش قبله a عشان كانت بتقول لي i am looking for employment او i am looking for a job criticizing your former a works against you in an interview بقول لك انك تنتقد الايه السابق ده حاجة ضدك في الشغل طبعا اكيد انت هتنتقد الرئيس السابق او صاحب الشغل انا السابق اللي هو employer ومال ايه employer ايه employer يعني قابل للتوظيف يعني حد مؤهل للوظيفة employee الموظف employee يعني موظف بتسوي كلمة hire وم بتسوي give a job تمانية وخمسين الشركة فيها فقط خمسين عامل موظف employees طب ليه ما ناخدش employees ينفع لك الشركة فيها خمسين رئيس هو رئيس واحد للشركة to remain a individuals must be good at the jobs they are doing عشان يفضلوا دايما ايه فهم المفروض يكونوا شطار في المهارات للعمل عشان يكون يفضلوا مؤهلين للوظيفة مؤهل للوظيفة اسمها employable يبقى كلمة employable معنها مؤهل للوظيفة او قابل للتوظيف this company computer courses for its employees الشركة دي بتعمل ايه في دورات الكمبيوتر للموظفين اكيد بتقدم تقدم اللي هي provide courses for يقدم دورات لي he was forced to resign هو اجبر على التقاعد as minister كوزير مالية وزير مالية اسمه finance minister كلمة financing دي جاي من كلمة finance finance اللي هو المال ومعناها يقدم او يدعم ماليا financing اللي هو الدعم فيان سي اللي هي رقم بي فيان سي اللي هو الخطيب اللي هو الولد اللي بيخطب البنت طب والبنت اسمها فيان سي اتنين ايه في الاخر وعليهم اقصول انهم فرنساوي طيب فيان سيد معناها ممول طيب بعد كده رقم اتنين وستين she hopes to get a degree in economics هي بتاحها منى انها تحصل على درجة ايه في مجال الاقتصاد طيب تعال نشو بقى درجة علمية في مجال الاقتصاد ان كان الدكتوراه فهنقول وكاد الماجستير فهنقول وبالتالي هنا هنقول طيب بعد كده رقم تاتة وستين distance learning takes when teachers and students are in different places التعلم عن بعد بيحدث عندما يكون الطالب والمعلم في عملات المختلف فالتقليمة يحدث اسمها take place يبقى take place وهو تبقى لك برضو في take part in يعني يشارك فيه take a rule يعني ياخذ دورا طيب take action معناها يتصرف لما ان we are facing a fatal problem احنا بنواديه مشكلة كبيرة you should take action يجب عليك ان تتصرف in this job في هذه الوظيفة experience الخبرة for more than paper qualifications الخبرة بتتحسب اهم من المؤهلات الوراقية كلمة يقدر حسب d اسمها count رقم طيب لما ان تقولك الكلام التي تقولته لانبراح ده بيتحسب عليك ونقول counts on u اه وممكن نعملها بمعنى يهم يعني شيء مهم بالنسبة لنا يعني يعني لو انها كده بمعنى يهم فهتبقى باليوم لديت معناها في الوظيفة الخبرة تهمنا اكثر من الوراق 65 حتى فيه مثال كده او حكمة كان بيقول لك العبرة في النهاية خذلك من الهاتف و بعدها الوظيفة طب تعالى نشوف هنا قال لك دكتور دي وظيفة عشان كده هنقول لك يبقى هاتف تأهلك طبيب طب اللي بعدها ستة وستين الطب ده مجال يبقى يدرس ده فعلي يتأهلك يدرس لو انت عايز تبدأ هذا العام لو انت عايز تبدأ معنا الشغلنا في السنة فانت يجب عليك ان تتقدم بنهاية العام المقبل طيب حاجة تانية بحث عن موبايله في كل مكان في النهاية هو وجده تحت السرير خذ بالك من اللي سقول لك ده انت بتقول in the end أو at the end of طبعا مفيش of هنا in طيب خذ بالك by the end of تركز بالك ده by the end of معناها بنهاية طب at the end of يعني في نهاية طب in the end يعني في النهاية من غير off i live the end of the street i live the end of the street the end of يبقى انت اتكد عايز add the end of يعني في نهاية هذا الشارع ثاني by the end of يعني بنهاية على اواخر in the end يعني في النهاية add the end of يعني في آخر بس add مع off freelancers prefer working their own home أو houses يعني home منازلهم بقولك ان العمال الحرار دول اللي هم ناس بيشتغلوا من غير شركات prefer working بيفضلوا ان هم يشتغلوا من بيوتهم من منازلهم يبقى in أو في بيوتهم يعني in their own homes وكان ممكن نقول from the trip to England الرحلة اللي راح انجلترا will be an opportunity to practice my English هتكون فرصة مناسبة خبالك انت تقول فرصة مناسبة فرصة مثالية يبقى ideal teaching is not very financially teachers are not very well paid التدريس ليس مجديا ماليا مجديا اللي هي rewarding وماليا اللي هي financially وخبالك financially زرف احنا عايزين بعض صفة اللي هو rewarding طيب امتى نقول financially rewarded لو قالك teachers are not financially rewarded يعني ليسوا مجزيون ماليا يعني ليسوا ممنوحون ماليا للرواتب التي يستحقونها يبقى كده قلنا financially rewarding يعني مجزي ماليا he is clever at making up stories so he can a course in creative writing بقولك الولد ده شطر جدا في اختلاق القصص عشان كده هو ممكن يعطي الناس دورات في الكتابة الإبداعية يبقى give هو مبدع لذاته ممكن يعطي كورسات people can go طبعا ما ينفعش نقول ياخد كورس ما هو مبدع أصلا في الكلام فما ينفعش ياخد كورس في الكلام people can go to the open university at any الناس ممكن تروح الجامعة المفتوحة في أي سن في أي عمر at any age طبعا صعيز حجمه price sell و house management مهم مش علاقة employees should improve their skills العمال لابد ان هما يحسنوا من مهاراتهم الموجودة عندهم اللي هو existing تعال نشوف الكلمات دي existence اللي هو التواجد exist يعني يا تواجد existed معناها التواجدة اللي ماضي من exist طبعا ما يقول existing skills معناها المهارات الموجودة ممكن نقول لك برضو ممكن you should get a benefit أو get the best benefit from your existing skills لابد انك تستفيد من مهاراتك الموجودة عندك grandparents can on their experience to their grand children الأجداد ممكن يعملوا ايه لخبراتهم الى ابنائهم او احفادهم ينقلون الخبرات كلمة ينقل دي اللي هي pass on pass on يعني ينقل يعني يعطي خبراتهم الى وكان ممكن على فكرة نقول give their experiences to بس من غير on يبقى ركز معي في 77 ممكن نقول give their experiences وممكن نقول pass on their experiences رقم 78 اه بقولك no one has the right to interfere انترفير دي يتدخل in my life محدش لي الحق انه يتدخل في حياتي الشخصية شخصية يبقى personal personal او نعم شخص personal اللي هي الهيئة العمال personification ده هو التشخيص بتاع الشعر my friend will be 40 years old next year صديقي هيكون عمره تقريبا يعني nearly ده معناها ان my friend will be او about 40 years يعني nearly the زي about near معناها بالقرب من nearby معناها مجاور yearly مبكرا طبعا ما نعمش علاقة بموضوع my open or many open universities students او open university students ودي حتة مهمة جدا برضو بالمناسبة ما دام احنا قلناها ما ينفعش ابدا تقول open universities students لا open university students طلاب الجامعة المفتوحة طيب عايز اقوله الجامعات المفتوحة نقول open universities من غير students المهم كثير من الجامعات المفتوحة have no jobs they work from 8 to 10 الطلاب اللي في الجامعة المفتوحة بيشتغلوا من تمانية الاثنين ده نص اليوم ده معناها كده بيشتغل part time طب لو بيشتغل من تمانية الصبح الاخر اليوم ده اسمها full time job 81 most European countries ايروبيان دي ناخد قبلها قال انها بنتقها بحرف ال y have a not climate عندهم مناخ ايه hot in summer حر في الصيف وبرد في الشتاء فالمناخ كده متشابه يبقى كده هنقول similar climate كل الدول نفس الطقس كلهم بيكونوا حر في الصيف وبرد في الشتاء فكده similar in the past nothing was a as there were no factors في الماضي لم يكن هناك شيئا ايه لان ما كانش في مصانع ما كانش في حاجة في الماضي فيها مصانع يعني ما كانش في الات لم يكن فيه الات لم يكن فيه الات ثاني كده in the past في الماضي مفيش شيء was mechanized معناها مفيش حاجة بتعتمد على الماكينات طبعا annual this and annual this and automatic he wanted to take educational opportunities كان عايز ياخد الفرص التعليمية he had when he was younger هو الراجل الكبر وما كانش متعلم فحب ان هو يعوض التعليم اللي فاتو فبقولك بقى في الجملة هو اراد ان يحصل على الفرص التعليمية التي فاتته يفوت فرصة اسمها miss an opportunity if you need him on this project لو انت عايزوا معك في المشروع ده you have got to make it financially for him لازم تخلي المشروع ده بالنسباله مجزي ماليا يبقى worthwhile لم يقول financially worthwhile يعني مجزي بشكل مالي له although he is still young برغم انه لسه صغير في السن he usually thinks about his affairs in an or at manner بيفكر في شؤونه بسلوك بالغ اللي هو mature اللي هو ناضج يعني يبقى بالكلمة mature معناها ناضج بيفكر بطريقة الناضجة يعني اكبر من سن هي accept to get less salary قابلة انه يحصل على الراتب اقل in order not to be بحيث انه ما يكونش redundant يعني ما يكونش عاطل او زائد عن العمل هو طلب خمس تلاف والشركة هتدلو الفين لو ما قبلش الالفين كده هيبقى مصرح هيقوله روح انت بقى نجيبها زيادة ناضج الجامعة المحلية في بلدنا قريبا سوف تبدأ في تسجيل الطلبات للبرنامج الجديد يعني انت تبدأ في تسجيل المرشحين للبرنامج الجديد زي نظام تقبل اذا accept التدريبات ممكن تعزز من امتصاص التغذية امتصاص دي يبقى خبالك معناها امتصة وامتص وامتص بس الفعل ملوفه بعض الناس بيعتقدوا ان التدريس ده مهنة مجزية قيمة رواردنج هنا معناها مجزية تديهم ربح ده معناها ان هي بروفيتابول لما الشركة تنهي انشطتها وتقفل العمال اللي فيها بيصبحوا دائما نحفظ المستعدة معناها يصبح مصرحا مفعول مفعول هذا المعلم دائما مكانا مصدر ايه تعالى نشوف الاختيارات الهام تنفس دي التعرق ان انسان يتعرق يعني معناها الهما تعالى نشوف بقى المعلم ده كان دائما مصدر الهام يبقى مصدر الهام تتحدث لغة اجنبية القدرة على انها تتحدث لغة اجنبية زرف والزرف ده عايزين بعده صفة معناها مرغوب فيه بشكل كبير للحصول على وظيفة ثلاثة وتسعين تم اردد اثري يير فيه اي عم خلاص يبقى مفيش اسات مباشرة ده رقم واحد ده رقم اثنين تم اردد اثري يير اه ان لنجوستيكس اد كايرو الانفرسيتي خد كورس لمدة ثلاث سنوات في جامعة القاهرة يبقى ثري يير كورس ما تنساش ان كلمة كورس معناها كورس الدورة ومعناها ملعب الجولف ومعناها تقدم يعني تقدم البرنامج منها معناها Limit يعني عادة كبيرة جدا منه الشكاوي توقيت احنا توقيت عادة كبيرة من الشكاوى وتوقيت إبقى Received Этот كلمة Conceived معناها فالتصور понятно Och Deceive يعني خدع المعددة Educate ما معناها الشيء المتوقع하기 ومنظور حصل تطور ملحوظ يبقى اخد بالك لكن بنقول اللي هيخدام الألوان الزيت يقولك ان المجموعة الأخيرة اللي هو نشرها بتظهر ان هو عنده اه كامل اتقان كامل للرسم بالزيت ماستري اتقان ماستر يعني سيد ومونستر اللي هو الوحش وباستري اللي هي المعجنات اللي هي الأشياء المخبوطة يعني سيلز ريبس ريبس دي ستصال لكلمة اللي هما ممثلي المبيعات مندوب المبيعات لازم يكون لناس ودودة كده وللطيفة لأنهم بيقابلوا الزبائن بشكل دائم اللي هو بشكل مستمر او بشكل دائم زي من بالزبط كلمة برماننتلي انستانتلي فاوري طبعا وبريزستانتلي اللي هي من بريزست يعني يثابر بشكل فيه مثبرة وابرانتلي بشكل واضح زي من كلمة انا لا اشعر انني احقق مايه الكامل من وظيفتي اكيد تعال نشوف اللي هي الاحتماليات اللي هي الاعاقات القدرات الكامنة اللي هي الواقعيات طبعا بوتينشيلز تعال نشوف بلجون العبادها انا لا اشعروا انني احققوا ماي فول بوتينشيلز يعني معناها مش قادر حقق كل الامكانات اللي انا عايزها في الوظيفة نشوف بوصف نفي Maared بقولك انه في الاستهلال يعني في اول القصيدة واول الكتاب وكدة الكلام اللي في اول الكتب وفي اول القصيدة بنسميه بريز والرئيس لما يتكلم قبل بيتكلم بيقول كلمة二 frar بنسموهم الاستهلال الكلام اللي بنستخدمه في اول خطاب في اول الكتاب في قصيدة زي Ноad says that he talked eighty years to write the book الكاتب المؤلف بيقول لك خد تمن سنوات في كتابة الكتاب ده يبقى اثر اول مؤلف امبلويرز سكيلد بيبل خبلك كلمة كونتراكت اللي هو العقد اصحاب الشركات بيوظفوا الناس الماهرين بعقود محددة المشروع ده تم تصميمه علشان يوفر يزود الناس بالعمل يبقى بروفايد عاشت في ايطاليا سنوات عديدة لكنها لم تتقن اللغة بشكل كبير مئة وثلاثة يقول لك يعني معظم الناس الخريجي دراسة الاقتصاد يدخلوا مجال المحسبة مجال التدريس مجال التدريس مجال التدريس مجال التدريس مئة وخمسة مونة بترحب بكل الناس اللي رايحين وجايين يبقى شغال موظفة استقبال رقم مئة وستة الشباب بيدعو ان عندهم ان هما يفهموا الحياة بشكل كامل اكيد عندهم النضج النضج اللي هو بماتشورتي لرقم اي بليز برينج زا توب كابي اوف يور ايه تو زا انترفيو هاتلي النسخة الاصلية من الايه وهاتها وتعالى عشان تعمل الانترفيو اكيد من الشهادة الي سرتيفيكاته زا توب كابي دي لانسخة الاصلية من الشهادة يو شود اول يور اكسبنسز دورينج يور ترب عليك انك تعمل ايه في كل الانفاق اللي انت صرفته في الرحلة تعالى نشوف يسجل تنفع وراية داون يسجل برضو تنفع الرول يعني سجل شخصا في كورس يبقى ايه اندبيل صح بمرور الوقت هنتوقع تقدم للشركة خبلك بقى بمرور دي الوقت بيتقدم واحنا بندرك او بنعمل التقدم في الشركة او انجازات اه بعد كده رقم مية وعشرة هي ما تقدرش تسيب بلدها وتمشي بتاخد دورات او بتاخد حصص في الجامعة المحلية طب اللي عرفك المحلية ما وقالك ما ينفعش تسيب بلدها وتمشي فهتدرس في الجامعة المحلية طيب تعالى بقى نشوف السؤال دا الاسئلة الاسئلة دول عايزين في كل سؤال اختيارين يعني لازم نحل مشكلة الزبالة الجربيج هنا معناها الزبالة وتراش المعنى طا carr رئيس الشغل عندنا رئيس العمل بيهتم باتباع قوانين العمل قوانين الشرك دي معناها المدير طب تعاني نشوف بقى معناها بص او بص ومعناها برضو مانيجر لكن دي المفتش وسيبرفايزور اللي هو المشرف وابزورفر دي الملاحظ هو تم ادانته بتقبل ان هو بيقبل من الناس برايبز لها الرشاوة معناها هو عايز معناها عكسها كلمة يعني يقبل عكسها يرفض اللي هي يعني يرفض و يعني يرفض او يعترض على اه احنا كده خلصنا اسئلة التلمات هنبدأ بعد كده نسجل في اسئلة القواعد اتمنى انك تسمع الحاجات دي بتركيز شديد اه انا في الفيديو ده احس ان انا مملك كده معلش ان انا مرهق جدا 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 لكن ما حبيتش عدي معادي الفيديو وغير لم اعمله ارجو من الله السداد والتوفيق لو في حاجة في الجمل دي انت شافها مش مقتنع بيها سكرين شوت وبعتنا الى الخاص وانا هساعدك ان شاء الله السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته